في خضم منافسات كأس أمم أوروبا والتنبؤات التي تملأ العالم حول هوية الفائز كان هناك عرفون من نوع آخر بعدد من الدول الأوروبية القط الروسي أخيال الذي اعتبر عرف كأس العالم 2018 عاد للتوقع من جديد في بطولة اليورو وذلك بعد أن اشتهر في منديال 2018 في روسيا وقد توقع عدد كبير من المباريات بصورة صحيحة القط الأصم منذ ولادته الذي كان يحرس اللوحات الثمينة من الفئران في متحف إمرتاج الشهير في مدينة سان بوترسبورج الروسية يقوم بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة حيث يتم وضع وعائين فيهما ذات الطعام أمامه وفي كل واحد منهما على مؤحدة دولتين مشاركتين في المباراة ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيال بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة وفي حديقة حيوان بمدينة هامبورغ الألمانية يختار الفيل يشودا علم الفريق الفائز من داخل صندوق تم وضعه في حديقة حيوان هاجم بيك ويقوم الفيل البلغ من العمر 42 عاما بالتنويح بالعالم في الهواء لينال الثمرة أنناس كمكافأة له مشهد توقع الحيوانات أخيال ويشودا يعيد إلى الأذهان مشهد توقعات حيوانات أخرى لمباريات كؤوس العالم السابقة لكرة القدم والتي ذا عصيتها على مدار نسخ المنديال البداية كانت مع الإختبوب بول الألماني الذي ظهر لأول مرة قبل عشر سنوات مع توقع مباريات كأس العالم الذي أقيم أنذاك في جنوب إفريقيا وبعد نفوق الإختبوب بول ظهر الجمل شاهين في تنبؤات كأس العالم عام 2014 وذعى صيته من صحار دبي خلال مباريات البطولة لتحقق الظاهرة نسبة متفوتة من النجاح